اعلن صندوق العمل تمكين العمل على عدد من البرامج والمسارات المتعلقة بدعم اجور البحرانيين وتطورهم المهني في عدد من المجالات اطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتأتي هذه المبادرات طمن السعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال طرح المزيد من المبادرات النوعية على هامش الاعلان عن التوافقات بين السلطتين التنفيذية والتشرعية للسنتين الماليتين 2023-2024 والتي حثت على اطلاق مبادرات زيادة الرواتب في القطاع الخاص من خلال برامج دعم اجور البحرانيين في عدد من التخصصات والمهن والتوسع في برامج تطور الوظيف للبحرانيين وتشجيع المؤسسات على زيادة نسبة البحرانة مما يصهم في تحقيق الاهداف الوطنية في جعل المواطن البحريني الخيار الامثل للتوظيف في سوق العمل اعلن صندوق العمل تمكين طرح عدد من المبادرات التي تستهدف ادماج البحرانيين في سوق العمل ومضاعفة فرصهم في التطور الوظيفي من خلال الجمع بين دعم التدريب ودعم زيادة الاجور مما يصهم في تطوير الكوادر الوطنية واحلال الكفاءات الوطنية والوظائف ذات القيمة النوعية ويأتي اطلاق هذه المبادرات من اجل توسيع نطاق الفئات المستفيدة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ما يدعم تطورهم في السلم الوظيفي وحصولهم على وظائف مجزية اذ اطلق صندوق العمل تمكين خرائط المسارات الوظيفية لعدد من القطاعات بدءا من الخدمات المالية والاتصالات وذلك ضمن تقارير مهارات البحرين حيث يتم العمل على تنفيذ دراسة المهارات المطلوبة في تسعة قطاعات اقتصادية مختلفة وتأتي هذه المبادرات متكاملة مع جهود صندوق العمل تمكين المستمرة في تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بتطوير مواردها البشرية كجزء من استراتيجية تمكين لهذا العام المرتكزة على اربعة محاور رئيسية وهي دعم تطوير ونمو المؤسسات وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة مما يصهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام